يعني عمل فيلم تجاري بنمط استقلالي اي كلام اي كلام فيلم لوجن لكي بيدور عن الاخوين جيمي وكلايد لوجن وخطتهم للسطو على مضمار لسبقات ناس كارش الاخوين بيخططوا لكل حاجة تقريبا بس بينقصهم خبير في اختراق الخزن فبيلجأوا الخدمات المجرم المحترف المحتجز جو بانج ومع اندمان بانج بيفرض على العملية اخواته الكنين اللي مستوى زكائهم وانتباههم كمان مش مرتفع قوي وكعادة افلام السرقات مش كل حاجة بتمشي حسب الخطة والاحداث بتدور عن كيفية التعامل مع العرقيل والمقالب اللي بتقابل فريقنا اثناء تنفيذ العملية فيلم لوجن لكي كان مرتقب بالنسبالي لعدد من الاسباب في مقدمتها انه فيلم العودة للمخرج المعتزل ستيفن سودربرج واللي يعتبر من مخرجين المفضلين ومنها انه من بطولة عدد من الممثلين اللي انا شخصيا بحبهم جدا وهم بالترتيب بالنسبالي ادم درايفر شانينغ تيتم ودانيل كريج ومنها ان التريلر بتاعته كانت جمدة جدا ولو دي كانت الاسباب لترقبي الشخصي فصناعة السينما بشكل عام كانت منتظرة الفيلم لسبب تاني خالص وهو ان سودربرج نجح في انه يبيع حقوق عرض الفيلم دوليا وحقوق عرضه رقميا وتلفزيونيا بعد العرض السينمائي مباشرة ومقدما وبدون وسيط وبالطريقة دي يقدر يمول انتاج فيلمه وكمان يمول ميزانية التسويق ويفرض سيطرته الابداعية الكاملة على الفيلم من كل اركانه لانه بكده نجح في انه يصنع فيلمه بدون اي تدخل من اي ستوديو كبير وبميزانية مش صغيرة كمان يعني فيلم تجاري بمفردات مستقلة وبكده دي اصبحت التجربة الاولى من نوعها والكل بقى منتظر اداء الفيلم تجاريا ونقديا لان النجاح ممكن يكون بداية لتغيير شكل الصناعة بالكامل لو حابين اني اشرح النقطة دي اكتر من كده قولولي في التعليقات وممكن ابقى اعمل لها حلقة قصيرة منفصلة بس السؤال اللي يخصنا دلوقتي ازاي ده انعكس على الفيلم لينا احنا كمشاهدين فيلم لوجن لاكي فيلم ضريف جدا وخفيف جدا الطابع الكوميدي غالب عليه ومش سايب مساحة كبيرة لأي احداث غمأة تستحق الذكر طبقات الفيلم الدرامية موجودة ومحصوصة ومتصممة كويس كمان ولكنها مش طغية وما فصلتنيش اطلاقا كمشاهد من الطابع المرح لتجربة المشاهدة كوميديا الفيلم مش كوميديا هزلية دي كوميديا زكية وفعالة ومتنوعة كمان لان في كوميديا موقف وفي كوميديا حركية وفي كوميديا نكت ايمة بالكامل على الحوار على مستوى التصنيف ضمن افلام السرقات او الهايست موفيز عادة بيبقى في عندنا نوعيتين النوعية الاولى بتعرفك ابعاد الخطة من البداية والنوعية التانية بتخبي عنك الخطة تماما وبتتعرف عليها فقط وهي بتحصل قدامك فيلم لوجن لاكي بينتمي للتصنيف التاني وده التصنيف اللي بيخلق بعض الترقب وبيسمح ببعض المفاجآت للمشاهد اهم المفاجآت الممكنة في التصنيف ده هي لما بتحصل حاجة بنفتكر انها مفاجأة عيسى على فريق البطولة وبعدين بنكتشف ان هي كانت جزء من الخطة من البداية لو كل اللي قلتوا ده فكركم بثلاثية اوشن فلا تندهش عزيزي المشاهد لان فيلم لوجن لاكي معجون بمية اوشن من اول ثانية لاخر ثانية يعني ممكن تعتبروه قرينو الريفي افلام اوشن كانت بتدور في فيجس حيث الرفاهية والبهرجة والدلعة كله بينما فيلمنا احداثوا بتدور في نورد كارولاينا ودي ولاية جنوبية وابطلنا كلهم حلهم متواضع يفضل بس اني اوضح ان ستيفن سودربرج هو برضو مخرج ثلاثية اوشن ومن حيث ترتيب الجودة في رأيي انا لوجن لاكي بيجي وراء اوشنز 11 مباشرة وقبل الفيلمين التانيين الاداء التمثيلي في الفيلم جيد جدا خصوصا وان تحديات اللكنة وطريقة التصرفات بتاعة الشخصية الجنوبية الامريكية دي مش سهلة ابدا ادم درايفر ممتاز في تكسيد الشخصية المستكينة اللي تعب من كتر البلاوي اللي قبلته في حياته فقرر يعترف ان عليتهم عليها لعنة وخلاص عشان يعيش دانيل كريج مصدر انتعاش مهم جدا والكوميديا بتاعته كلها موفقة شانينج تيتوم يعتبر البطل الحقيقي للفيلم على مستوى الاحداث ويمكن شوية الجدية الدرامية اللي في الفيلم كلها موجودة عنده واغلبها كان موفق الاجواء اللي بتدور فيها الاحداث والطبيعة العائلية عند شخصيته فكرتني كتير بشخصية وتكسيد كريس باين في هيلور هايووتر وطبعا دي مقارنة تشرف اي حد ولو خطرت على بال ناس كتير من المشاهدين في فيلم تصنيفه الرئيسي كوميدي يبقى دا اكيد دليل نجاح لتيتم طب دي كده خلاصة الفيلم نرجع بقى للسؤال الحرية الابداعية لصانع الفيلم انعكست على ايه في تجربة المشاهدة الاجابة هي ولا حاجة الفيلم منحني تماما امام الاعتبارات التجارية عشان يقلل من فرص الفشل ويكبر من فرص النجاح تصنيف رقابي PG-13 بينما ادنى درجات الصدق في نقل احداث بتدور في مجتمع يعتبر شعبي وكتير منها بيدور في سجن كان المفروض يفرض التصنيف R فريق بطولة من الدرجة الاولى والحرص على بعض الادوار الشرفية لنجوم كبار بدون اي داعي زي سات مكفارلان وهيلاريس وانك مشاكل في المونتاج بعضها واضح ان السبب فيه هو محاولة لتخفيل التكاليف في بعض المشاهد اللي يبدو انها كانت محتاجة مساهمات من المؤثرات والخدع ولكنها تنفذت بطريقة قديمة ومش مقنعة وبعضها واضح ان السببه كان تخفيد زمن بعض المشاهد لان فيه مشهدين او تلاتة تحس انهم مقطوعين بسطور تحس ان اللي قطاعهم جزار مش منتار وبعيدا عن الاعتبارات التجارية حبكت السيناريو بتاع بيكا بلانت فيها شوية صواميل مهوية زي بعض الركائز في الخطة مثلا مفيش اي دليل على ان النتيجة اللي حصلت دي كانت منطقية من البداية العلامات دي وعلامات تانية كتير بتطرح تساؤل هل شركات الانتاج الكبرى هي اللي بتفرض القيود على صناع الافلام ولا متطلبات النجاح التجاري هي اللي مفروضة على كل الافلام وهل سودربيرج كان يقصد انه يقدم روشيتة لتحرير صناع الافلام ابداعيا ولا لتحريرهم اقتصاديا بانه يقدم لهم مثال لتكرار تجربة نجحة تجاريا والفرق الوحيد انها بدون وسيط تساؤلات كتير لا تنفي ان فيلم لوجن لاكي ممتع ومسلي والكوميديا بتاعته فعالة واحداته ذكية واداء ممثلينه جيد جدا وده بالرغم من انه مش مبهر ومش متفرد وكتير من ابعاده مكررة ولا يخلو من بعض المنظصات اللي استعجبت من وجودها في تجربة لسودربيرج واخد فيها كامل حريةه الابداعية تقييمي لفيلم لوجن لاكي هو 7 من 10 ويمكن 3 درجات منهم بس عشان النكتة اللي اتعملت على جيموف ترونز في نص الفيلم مناقشة الحلقة عاوز اعرف تقييمكم لتشانينج تيتم كممثل وعاوز اعرف ايه هي افضل افلامه من وجهة نظركم ياريت تساهموا برأيكم في الكومانس ياريت تعملوا شير ولايك الحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة عشان تجيلكم الحلقات اول باول وتابعونا على فيسبوك وسنابشات وتويتر ولو عاوزين تتعرفوا على احدث الحلقات اللي عملناها على فيلم جامد استنوا الشاشة اللي جاية باي باي